في مثلث الموت الرابط بين محافظات كاركوك وصلاح الدين وديالا يستغل الإرهابيون بين فترة وأخرى الثغرات الأمنية لتنفيذ عمليات إرهابية هذه المرة كانت ضحاياهم أبناء قرية الامسحق الذين سقطوا شهداء في كمين لداعش على الطريق الرابط بين قريتهم وناحية الزوية في محافظة صلاح الدين أهالي الضحايا أفادوا أن وترة الهجمات والعمليات الإرهابية زادت خلال الشهور الأخيرة في مناطقهم وحملوا القوات الأمنية المسؤولية الطريق الرابط بين الزوية المسحق يعني على أساس هذا العوائل خطاها برقبت من خلنا نحادي قياد الشرطة ونحادي قياد عمليات ومحافظة صلاح الدين هذا الكارثة خطاهم برقبت من حصيلة الهجوم الغادر ارتفعت إلى عشرة شهداء وعشرات الجرحاء من الشرطة العراقية والحشد العشائري والأهالي للأسف الشديد كانت ردة الدواعش أقوى من تلك العملية فقاموا بنصب كمين للشرطة المحلية في قريت المسحق وحدث ما حدث استشهاد مدير مركز شرطة المسحق العقيد إبراهيم مع أربعة من رفاقه مع اثنين من المدنيين مع واحد من الحشد وكل هذه الأمور تأتي أمام عن ضار القوات الأمنية يشار إلى أن الهجوم الغادر أتى بعد أيام من انتهاء عملية أمنية واسعة لملاحقة العصابات الإرهابية في المنطقة وصفها الأهالي بالعملية الصورية وأكدوا أنها لم تؤتي ثمارها على الإطلاق المشكلة أنه احنا بعد العملية بأيام هذا اليوم اللي حدث هذا الشي اللي حدث مرعب يعني انهيار أمني إن صح التعبير عشر أشخاص بنص ساعة يقتلون ومنطقة مهددة بالخطر وجرح نساء وأطفال وتبقى الثغرات الأمنية التي يستغلها الإرهابيون بين فترة وأخرى فوهات أسلحة تقتنص أرواح العراقيين وتحصدهم بالعشرات في مناطق متفرقة من بلدهم الذي طال انتظاره للأمن والاستقرار